تمكن الجيش الوطني اليمني من قتل خمسة عناصر من ميليشيات الحوثي واعتقال اخر اثناء محاولتهم القيام بعملية زراعة الغام بحرية وذلك بساح الميد المحاذي للبحر الاحمر وقال مصدر عسكري ان زوارق بحرية اشتبكت مع ثلاثة زوارق اخرى تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية وذلك اثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الالغام البحرية في سواحل ميدي واضح المصدر ان العمل جار لنزع تلك الالغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة على حياة الصيادين وسكان الجزر الواقعة على سواحل ميدي